اختثمت فعليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية تحت مزلة الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم الفعليات أقيمت تحت رعاية رئيس الجمهورية تحت عنوان الفتوى وتحديات الألفية الثالثة بمشاركة عربية ودولية واسعة المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية شهد في نسخة الثامنة تمثيلا عالي المستوى من منظمات أممية ووزراء وسفراء وكبار المفتين من مئة دولة على مستوى العالم حيث عملت مناقشاته على إبراز دور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية وتحديد أخطر التحديات التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة هذا المؤتمر في هذا العام يأتي في وقت حرج جدا وبداية نثمن هذا الدور الذي يقوم به وتقوم به دار الإفتاء المصرية تحت إشراف سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور شوقي علام والدكتور إبراهيم نجم ورعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية على هذا المؤتمر الألفية الثالثة والفتوى فعلا هناك تحديات تقابل الفتوى في الألفية الثالثة الزكاء الاصطناعي والانفتاح على العالم كله لابد أن يكون هناك الفتوى مؤسسية لا تكون الفتوى أفراد لا يراعون فيها البعد المجتمعي وحاجيات المجتمع ومصالح العباد دور فتوى الدينية تجاه ماذا انحلال في فلسطين نحن في صف واحد لدعم أجيال فلسطين ليكون مستقلا لأن الاستقلال حق شرعي لدى الشعب والمجتمع خلال الفعليات هيمنت الأحداث الجارية في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات على معظم جلاسات المؤتمر حيث أعرب الحضور عن غضبهم الشديد من العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ختام مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة القضية الفلسطينية أخذت نصيب الأسد من التوصيات والبيان الختامي فلا صوت يعلو فوق صوت القضية الفلسطينية الآن خصوصا جهود الدولة المصرية الحثيثة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وما تعرض له من قصف وحشي بربري كان آخرها طبعا قصف مستشفى المعمداني في غزة وفي ختام الفعاليات شهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية من بينها إصدار دليل إرشدي عن الدبلوماسية الدينية كأداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية وإصدار ميثاق شرف لدور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة فضلا عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة منها المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية وإطلاق بوابة فتوى لخدمة قضايا الشعوب العربية والإسلامية هذا المؤتمر ركز كثيرا على أن الفتوى لا بد أن تكون مجتمعة بين المسلمين جميعا أو الإفتاء العام بين المسلمين وأن لا تخرج من مكان واحد أو كل يقول بكلمة على حدة الفتوى لا بد أن تكون مجمعة ولا بد أن تكون واحدة والذي يترأسها هو إفتاء مصر كان المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق مهمة في مناقشة أليات مواجهة تحديات الألفية الثالثة على كافة الأصعدة والمجالات وبيان ارتباط الفتوى بهذا الشأن وكيف تأخذ بعين الاعتبار تلبية لحاجيات الأفراد في ظل ما يواجهه العالم من تحديات أحمد الحسيني التلفزيون المصري